تفتتح اليوم قمة دول العشرين بمشاركة رؤساء دول مصنعة ونامية وسط أجواء استثنائية ميزها تفشي فيروس كورونا عبر العالم حيث ستدار أشغال القمة بواسطة تقنية الفيديو على مدار يومين الاجتماع سبقته دعوات أوروبية ودولية لضخ أربعة ملايجير ونصف المليار دولار في صندوق منظمة الصحة العالمية تحسبا لتوزيع لقاحات مضادة لوباء كوفيد-19